في سياق منفصل استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيانا ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة استقبل جموع المهنيين بحل شهي رمضان الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيانا مديري الهيئات والمؤسسة الحكومية في أبو ظبي وتبادل سموه التهاني وتبريكات بحل شهي رمضان المبارك مع المهنئين ودع الجميع الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيانا رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وحرصه على تعزيز المكتسبات والمنجزات الوطنية حضر الاستقبال عرض من أشيوخ وكبار المسؤولين